الله لا ندري منتهى القدرة لا يعلمه إلا القدير وحدود القدرة عند الملك القدير فحسب كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته هذه آية وإيضا من أعظم الآيات في هذه القصة أن الله جل وعلا أكد لبني إسرائيل مرة أخرى صدق نبوة موسى وصدق رسالته نعم لأنهم قالوا في أول القصة تتخذون هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أي رجاء أن تعقلوا عن الله مراده وأن تعقلوا عن رسوله الكريم الكريم موسى مراده أيها الأحبة الموقف مهيب والمشهد جليل ميت يتكلم في حضرة الكريم الكريم موسى وبني إسرائيل يحيطون بالمكان كله والصمت يخيم والأنفاس محبوسة والصدور تعلو وتهبط والأبصار مشدوها هذا المشهد يباغط الله بني إسرائيل بنطق هذا الميت واعترافه وإظهار القاتل وتبرئة من اتهم في قتله ظلما وعدوانا هذا المشهد كثيل ورب الكعبة وكاف أن يهز قلوب بني إسرائيل هزا ليزل عنها الغفلة والقسوة وليملأها في التو واللحظة بالتقوى والخشية ولكن هيهات هيهات ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل وأحمد الله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصلي وأسلم على نبي الله موسى وأصلي وأسلم على نبي الله محمد وأصلي وأسلم على جميع إخوانهم إخوانهم من النبيين والمصلين وأردد مضطرا مضطرا بحب ورب الكعبة ومما زادني فخرا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيه اللهم كما خلقتنا موحدين متبعين لسيد النبيين ثبتنا على هذا التوحيد والاتباع حتى نلقاك يا أرحم الراحمين لنسعد بصحبة سيد المرسلين في الفردوس الأعلى أنت ولي ذلك والقادر عليه هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة